بيقول لي مستخبي بقى لك فترة مش عارف ايه فقالتولي بص انا عندي فكرة كذا فانا بحكيله الفكرة لقيت عبالي يضحك علي فانت بتضحك ليه مصطفى كده قال لي بص اصلا انا وانا جاي قابلت ابن عمي فقال له عم طالما ايما انت بقى حاجة في الاكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع بودكاست حكاية بنستضيف فيه كل اسبوع شخصية مميزة وشخصية الاسبوع ده شخصية غير عادية ما شاء الله عليه هو يعتبر المؤسس الحقيقي لتطبيق طلبات اللي هو كان اسمه اطلب سابقا معنا بش مهندس ايمان راشد اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك يا محمود متشكر على المقدمة الجميلة الله يكبر حبيبي نورنا ومشرحنا والله ربنا اكرامك يا حبيبي الله يخليك ممكن حضرتك تحكيلنا على خلفيتك العملية وازاي حضرتك وصلت للمستوى ده بص يا محمود انا اصلا مهندس مدنيت خرقت سنة التسعين كنتش عارف اي حاجة عن الكمبيوتر ولا الحاجات دي كان عندي امل ان انا او يعني كان عندي خطة ان انا اشتغل في الاكادامك يعني كارير لكن بعد ما اشتغلت شوية صغارين كده حسيت ان الهندسة المدنية دي كلها مش بتاعتي انا مش قادر اكمل فيها وكنت بدور على اي حاجة تاني اعضرها اشوين او غير الكارير بتاعي واعملها وبعدين ربنا اوفقني في ان انا دخلت الاي تي اي فقا والدفعة خالص سنة تلاتة وتسعين كنت متخرج بقى دي سنتين وكنت باخد كنت في اخر الماجستير بتاعي بتاع مدني انا دخلت الاي تي اي بقى يعني تعلمت شوية كويسين الحمد لله هناك الحقيقة الاي تي اي له افضل كبيرة جدا علي خلاني اقدر اغير الكارير كله واشتغل في الاي تي وبعدين اشتغلت في مركز بحوث البناء آسف مركز بحوث البناء ده لما كنت مهندس مدني لكن اشتغلت في مركز اسمه دعم اتخاذ القرار بتاع مجلس الوزراء كان له دراع إقليمي اسمه ريتسيك أنا اشتغلت في ريتسيك الحقيقة بعد ما خلصت الآيتي آية على طول في ريتسيك الحقيقة تعلمت حاجات كتير جدا تعلمت أزاي أقدر أشتغل بحق وحقيقة تعلمت شوية بيزنس كويسين وبعد سنتين أو سنة وشوية في وجودي في ريتسيك جات في منحة لكل موظفين ريتسيك طبعا عمروا لنا متحاني عشان مين يدخلوا مين لأ أو كده إن احنا ناخد MBA فخدت MBA سنة 95 من ماسرق سكولوف مانجمنت ومن بعدها بقى انطلقت يعني بقى عندي أكتر من خلفية يعني بقيت مهندس مدني أو خليها نقول بقيت مهندس وفي نفس الوقت بشتغل في الـ IT وكمان عندي بيزنس باكجراوند كويسة فبقى عندي الميكسشير ده اللي بيخليني أقدر أدخل في أي واحدة فيهم طبعا أنا صبت مدني خالص بس يعني عندي الـ background اللي بيخليني أقدر أتكلم يعني ما شاء الله تاريخ حافل برينجزات ربنا أخليك طيب المجال IT إمتى الفكرة بتاعت أطلب بدأت معك بص أنا أنا لما عملت الـ MBA كنت عايز سافر بتاعي سافر برا مصر وكان جالي شغل في أمريكا فكنت خلاص وضبت الوراء وضبطت كل حالي وهسافر بقى وبتاع كلام ده سنة 95 يعني جميل وبعدين وأنا خلاص الراجل بعضتي تسكرت الطيارة يعني مش بس الفيزا لا ده كمال بعضتي تسكرت الطيارة وخلوطنا أنا خلاص مسافر فلاقيت والدتي بتقول لي بقول لا بقى أنا خلاص يعني تسكره وكلام من ده قلتي أنت صدقت إن أنت مسافر ولا إيه لا صدقت ده أنا خلاص ده التسكره موجودة يعني قالت لي لا ما فيش سفر دلوقتي لازم تتجاوز الأول فاضطريت ألغي مع الراجل هناك طبعا راجل كان زعلم مني جدا لأنه صرف فلوس يعني مقدتش مقدتش ماسمعش كلامها يعني تمام وبعدين جالي بعدها بفترة صغرية صغيرة صفر كان جالي شغل لطيف أنا كنت بشتغل في طول يا حمود زي رولز رويس كده بتاعت الديفلوبمنت كان اسمها IAF الـ IAF دي يعني عشان أديك مثل مثلا إن ساعتها كان فيه فيجول بايزيك كديفلوبمنت انفيرومنت وفيه الـ IAF الفيجول بايزيك مثلا بدأتكلم في 200-300 دولار الـ C ممكن يوصل 1000 دولار يعني مثلا ما عرفش رقمه قوي بس حاجة في الـ IAF ده إنما الـ IAF كانت بـ 40 ألف دولار فكانت حاجة يعني فعلا رولز رويس فكانتش بتبع كتير قوي والناس اللي بيعرفوها قليلين وأنا كنت بشتغل أنا واحد منهم يعني جميل وكمان كنت ساعتها بقيت بشتغل بيزنس و-IT يعني أنا بشتغل فيها وكمان بسوق فجالي شغل في السعودية في إن أنا في الـ في الـ بتاع الـ IAF في السعودية فسفرت وبعد ما سفرت حسيت إن أنا مش عايز لا أنا مش عايز سفر يعني أنا عايز عيش في مصر بحب مصر ومفيش حاجة تخليني يعيش بره مصر يعني واللي هيرزق هنا هيرزق هنا دي كانت دايمن دي وجهة نظر يعني اللي بيرزق هنا بيرزق هنا فقررت إن أنا أرجع مصر ما عادتش غير سنة وشوية صغارين يعني ويمكن الشوية دول قعدتهم بسبب إن أنا مكنتش عارفة أخلع من الشركة لإن أنا رحت الشركة كانت لسه في أولها وأنا بقومتها مع صاحبها ففكرة إن أنا مشي مش عملية سهلة طبع لإنه الدنيا كلها كانت قيمة علي أنا وهو فمشيت رجعت مصر ما عنديش شغل كنت ساعتها اتجوزت وخلفت وراجع ما معيش يعني سيفنجز ولا مضخرات كثيرة ولا حاجة وفي ناسات ما عنديش شغل في مصر أنا رجعت وعارف إن ربنا هيرزون اشتغلت في مصر يعني في شركة شركة واحدة الحقيقة الأول قبل ما اشتغل فيها كنت بفكر إن أنا هقوم بقى البيزنس بتاعي كنت بحاول عامل حاجة ليه علاقة بالآيف دي لكن بعد ما اشتغلت فيها شوية وتعبت وعملت حاجة أنا كنت شايفها لطيفة جدا جالي كده يعني خبر من الجامعة بتوع من إنجلترا يعني إنه لا الشركة مش مهتمة بالحاجات اللي أنت بتعملها فمفيش فرصة يعني فاللي حصل إنه بتريت أدور في مصر اشتغلت في شركة بعد ما اشتغلت فيها اللي حست إن ده مش مكاني يعني مش مبسوط السن ده بقى اللي هو كان عندي ساعتها 29 سنة 28 سنة في الرينج ده كنت دايما بقى تقابل مع صحابي كلنا بنتقابل كلنا بنقعد كل سبعين تلاتة حد فينا يطلع له فكرة ويقول إيه تعالوا جماعة هنتقابل عشان هنتكلم في فكرة جديدة هنعمل أو روم بيزنس يعني فكل ما نقعد في الأفكار دي أنا الحقيقة كانش بيجي لي أفكار فكنت بروحة يعني كده وبعدين كنت بتلم أفكار الله أعلم يعني بس ما كنتش بيجي لي أفكار بيزنس كتير يعني بس أنا كنت كنت أنا حسس بنفسي أنا دايما كل ما حد يجي يقول فكرة أجي آخر الأعدة أقول لهم إيه يعني أبقى أنا طول الأعدة بكسر فيها وفي الآخر أقول لهم جماعة الفكرة دي مش هتنفع ومش هنقدر نعملها البلد دي مش هينفع فيها غير إن إحنا نفتح مطعم لازم نعمل حاجة في الأكل كانت كلمتي الشهيرة وكانوا بيتتريقوا علي فيها بس أنا كنت يعني بقولها كده بالظبط بعد 3 شهر من دخولي لشركة اللي بحكي لك عليها كنت مع امراتي في العربية وبنتكلم وبقولها إن أنا مش مبسوط بس ما قدرش أسيب الشغل طبعا مسؤولية مسؤولية بزرط على البيت زي وكده فأنا مش مبسوط ما قدرش أسيب الشغل بس لو ألاقي الفكرة اللي تخليني أطلع أعمل مشروع هعملها على طول فجأة وأنا بقول لها الكلمتين دول يعني الحمد لله ربنا ألهمني بفكرة أطلب كأنه نزل عليها الواحي في اللحظة أنا شفت أطلب من أولها لأخيرها كسلوشن كمسلوشن مبني بتفاصيل وبكل حاجة جميل فلما جات لي أنا حسيت إنه لا الفكرة دي الناس عايزاها الناس محتاجاها وفي فرصة إنها هتبقى حاجة كويسة طبعا أنا أنا ما كانش ساعتها في اللحظة دي بفكر إن أنا هستقيل بقى وأطلب وهتجبر ومش عارف إيه ولا الكلام ده خلص أنا كنت بحاول أفكر زي أي حد طبيعي كده يعمل صايت بيزنس حاجة صغيرة جنب شغله عشان خاطر تزود الدخل يعني زي الناس كلها يعني تمام يعني بالبيزنس باكجراوند بتاعي اللي كان موجود من الـ MBA مع الـ IT بتاعتي مع كده بتليت يعني أفورميلات الفكرة وإحنا سيئين في العربية فقلت لها طب ديني الموبايل كان لسه الموبايلات يعني جديدة في الدنيا يعني عايز أكلم واحد صاحبي أقول له تعالى نعمل الفكرة دي سوا فالحقيقة لما كلمته هو ما تحمسش للفكرة أنا على العكس كنت متحمس جدا في لحظة حماس قليلا ما بتحصلي فقال لي بص انت انت مجنون انت راح فيهن دلوقتي قلت له راح إسكندري فقال لي خاص راح تعمل يا قلت له راح تفسح أنا عمرتي وين كنا في أجلسة العيدة الكبيرة فقال لي خاص روح إسكندري ولما ترجع نتقابل ونتكلم أنا ما كنتش قادر يعني الحماس بتاع الفكرة وإيمانك بيها في لحظة كده كان بينفجر فقلت المراتي بصي أنا يعني لو أنت عايزة نكمل هنكمل هعايزة نرجع نرجع بس إحنا لو كملنا أنا اعتبريني مش معاك يعني أنا مش هبقى مركز معاك يا خلص وفعلا دل خاص رحلة دي من الرحلات القرية جدا في حياتي اللي أنا مش فاكر منها هاي حاجة لأن أنا طول الرحلة كان دماغي وانشغل المشروع اللي أنا عايزة أعمله وأعمله إزاي وأكلم مين وأعمل إيه وإزاي وحاجات أول ما رجعت بالصدفة مصطفى شريكي وصديقه عمر يعني لقيته بيكلمني كان واحد بقى من الشي اللي بنقعد نقول الأفكار وتفشل وكده فبيكلمني بيقول لي بقى مستخبي بقى لك فترة مش عارف إيه فقلتوا بص عندي فكرة كذا تعال نعود نتكلم فروحنا نتكلم سوا فأنا وحكي له الفكرة اللي إيه طبالي يضحك علي فأنت بتضحك لها مصطفى كده قال لي بص أصلا أنا وأنا جاي قابلت ابن عمي ابن عمه برضو كان صاحبنا يعني فقلت له راح أقابل أيمن عنده فكرة جديدة وعايز يعني يحكي لي عليها فقال له عم طالما أيمن تبقى حاجة في الأكل مصطفى دخل معايا في الشركة وبدأنا نشتغل وجبنا فريق وحاولنا نكبر على قد ما نقدر البداية كانت سنة كم؟ كلامت في تسعة وتسعين تسعة وتسعين تسعة وتسعين أنا فاكر بالتاريخ يعني يوم الفكرة ما جات لي كان تمانية عشر مارس تسعة وتسعين ابتدينا نشتغل وجبنا فريق يساعدنا كان فريق صغير طبعا لكن الحمد لله كان موفق جدا يعني يعني دي حاجة من الحاجات اللي فيها توفيق جاء كبير جدا من ربنا أن أنت تبني فريق صغير والفريق يطلع موفق موفق هو الفريق نفسه بيزقك قلبه على الموضوع أكتر من تقلبك على الموضوع ساعات فالحقيقة الفريق كان ممتاز طلعنا لايف يوم خمسة تسعة عدنا حوالي ستة شهور نبني في الموقع ونزبط دنيتنا لما جالنا أوردر بقى يعني أوردر واحد دي كانت حاجة جميلة جدا طبعا كان فيه يعني حاجات كتير صعبة يعني طبعا الشركات الكبيرة كلها ما كانتش مختنعة بينا ما رضيوش أن هم ما يتعاونوا معانا على الإطلاق الحاجات المطاعم الصغيرة كنت تروح للراجل تقول له هنشتغل بالطريقة الفرنية هنكلمك في التليفون تعمل أوردر يقول لك إيه إنترنت يعني أنت عايز تقول لي أن الأوردر هيجي لي على الفاكس ما عندوش أي معلومات تعني أنت بتتكلم في حاجة تكنولوجيا لسه جديدة على الناس الناس مش فهماها مش عارفاها لكن قدرنا يعني خلينا نقول إيه نلف حوالي الموضوع بكل الأشكال عشان نقدر نوصل إن إحنا نطلع لدرجة إن إحنا بقينا نحط ناس كتير الحقيقة الشركات الكبيرة كلها كنا حطينا المانيو بتاعتهم وإحنا بنكسفشن وراهم حاجة بس عشان الناس تيجي الموقع بتاعنا لازم يلاقوا لشركات دي تمام فكنا بنحطهم وهاي كان public information بحاجة لو عندنا حاجة ده المانيو مرمية في الشارع نحط لها يعني جميل بدينا نشتغل ابتدأ بقى يجي لنا أوردر اتنين تلاتة يعني إيه في اليوم يعني في أول يوم طبعا أوردر واحد بعد كده بقى أوردرين بقى أم تلاتة بقى أمر وقتك واليوم بقى بتتابع النهار ده جالنا كم أوردر يا جماعة تمام كنا شغالين 11 ساعة في اليوم 11 ساعة أو 13 13 ساعة في اليوم ما شاء الله من عشر الصبح الواحدة بالليل يا الله ده أكتر من 13 كم دي 15 15 ساعة في اليوم ما شاء الله شفتين تمام والفريق بتاعنا قاعد مستني أن يجيلوا الأوردر على النت أول ما بيجي الأوردر يروح هو مكلم المطعم في التليفون يقول له وصله طبعا يعني عشان كده أقول لك الفريق ده كان جامد جدا أن هما كانوا بيعودوا واحد يقعد 8 ساعات ما يجيلوش غير الأوردر واحد هو قاعد منتظر أنه ييجي حاجة أيو أيو بس الحمد لله الأمور مشت بتانية الأوردر ستزيد شوية مش كتير قوي بس كانت بتزيد وبعدين بعد شهر وشوية كده جي رمضان الموسم بقى لا بالعكس إحنا كنا فاكرين أن رمضان هيجي بحدش يطلب نصايمة أنت أنت عامل الفكرتك ودي حاجة طبعا من الحياة اللي راح تبيتعلمها أن أنت عمرك ما بتبقى عارف اللي بيحصل في الفكرة من قبل ما تبتديها أنت أول ما بتشتغل كل شوية بتتعلم حاجات جديدة وبتلاقي معلومات جيدة ما كنتش عارفها مهما كنت شاطر بغض النظر إحنا ما كناش شاطرين ساعتها بس أنا بتكلم أنه عموما الشغل بيعلمك حاجات جديدة فإحنا كنا فاكرين أن الناس مش هتطلب مننا غير في الغداء ده الطبيعي تمام فجئنا أنه لا أنت عندك يعني ساعتين زروة في اليوم ساعة الغداء وساعة العشاء الله ده في ناس تطلب في العشاء كناش واخدين بالنا من كده لما جي رمضان تخيلنا أنه حاجة تطلب خالص ففجئنا أنه لا برضو الناس بتطلبنا للفطار وبتطلبنا للصحور يعني أنا كنا فاكرين إحنا في رمضان هنقفل لكن لا ما قفلناش يمكن ما بقاش أو يعني نسبة النمو ما بقيتش بنفس السرعة لكن أنت لسه بتجبر بعد ما رمضان خلص ابتدنا بقى نبص إن إحنا بنشتغل هبندفع كل شهر مرتبات للفريق إنترنت إيجار الحاجات اللي هي كده يعني بس إحنا بيجلناش داخل خالص لأن عدد الأوردرز متوزع على مطاعم كتير جدا بيخليك إن إنت ليك عند المطعم ده خمسة جنيه والمطعم ده عشرة جنيه والمطعم ده ثلاثة جنيه فأنت حتروح للمطعم تقول له هل ثلاثة جنيه مش مهم بالاخر يعني المواصلات أصلا أكتر من كده فما قمناش بنروح ناخد فلوس وبالتالي يعني طب حنعمل إيه هعايزين فلوس مش هنقدر نكمل بالطريقة دي وخصوصا إنه إنت عندك فعلا مصاريف بتدفع فكنت بحكي مع واحد صاحبي كان هو عايش في أمريكا فبحكي له الحكاية فقالقيته عمالي يتحك علي فبقوله لي قال لي يا ابني انت لو عندنا في أمريكا كان زمان فيه على مكتبك شيك بمليون دولار إيه مليون دولار بتوقيه مين دول إزاي يعني مين في إيه فقعت باشرح لي إنه فيه حاجة اسمه Venture Capital وفيه ناس بتخش معك في الشركة ومش عارف إيه بتش عارف كلام ده طبعا بتطوله بس الحاجة ديش وجودة في مصر فيش حد في مصر بيعمل كده قال لي بص فلان صاحبنا روح له هو بيشتغل في حاجة رايبة من كده تمام روحت لصاحبنا ده سمع مني هو محتمش بالموضوع قوي بس قال لي على ثلاثة أربعة بيشتغلوا في الموضوع ده مكانش في غيرهم هي ومهم دول بلد هما الثلاثة أربعة دول اللي بيشتغلوا في حاجة شبه شبه كده أو قريبة من كده بس فابتدينا نروح لهم نكلم الناس دي ونتقابل معاهم ونعرض عليهم ونوريهم كل احنا محتاجين حد يدخل معنا في الشركة عشان يبقى معنا فلوس نعيش مكانش الرياكشن في أول لحظة طبعا يعني الناس ما خلتناش بالحضن ولا أي حاجة يعني هم برضو بالنسبة لهم كان ايه الشباب الصغير لسه عامل حاجة جديدة محدش متعود عليها وهل هيكون ليها فاليو ولا لأ يعني مكانش حاجة سائحة لها لكن يعني انا في لحظة كده حسيت انه الشركة دي هيجي لها فلوس معرفش ازاي معرفش من مين معرفش بكام بس هيجي لها تمام وزاعتها أنا سبت شغلي وتفرغت عشان اقوم ده كان قرار جريء كان قرار جريء اه كان قرار جريء من ناحية وكان من ناحية تانية انا كنتش مفصولة قويش شغل فكانت يعني من ناحيتين وكنت شايف ان هي خلط يعني ان شاء الله خلاص هيجي لها فلوس بشكل أواخر يعني جالنا كذا عرض ما كانوش زي ما احنا عايزين فرحضناهم جالنا في الوقت ده تهديدات من بعض الناس اللي هم بدونها العروض دي ان انت لو ما وفقتش على العرض ده على فكرة القوضة اللي ورا دي فيها شباب بيعملوا اطلب 2 وانت عارف قوتنا ونقدر نعمل دعاية قد ايه وهنخرجك من السوق ما وفقتناش تمام نحكي لك حاجة كده خصلت في اول اول ما عملنا اطلب لانا ناس بيكلمونا ما نعرفهمش احنا من شركة كذا مش عارفين الشركة ما نسمعش عنها يعني احنا عايزين نيجي نعود معاك ونشوف نقدر نتعاون ازاي الحياة كان في الوقت ده في ناس كتير قوي بتعرض علينا التعاون هم محاج عارف احنا بنعمل ايه ولا كام ولا كلام من ده فكل واحد بقى بيقول لك طب انا اعمل لك التوصيل طب انا مش عارف اعمل ايه اهو كلام بنتكلم مع ناس كانش في لسه حاجة ايه يعني فالناس دول جمعوا عرضوا علينا التعاون اهلا وسهلا طب هنيجي نزوركو تزرونا فين فهم يعني يعني تزرونا فين فجول ده فعلا في مكتب رايب مصطفى الحقيقة مش يعني حتى مش مكتبنا على كده وجو بعده معانا احنا ما فهمناش هم عايزين من نيني يعني هم بيقول لنا اللي انتو عايزينه هنساعدكو هنساعدكو ازاي ونتعاون ازاي ايوة احنا مش عارفين قولوا انتو عندكو ايه مش عارفين ما قالولناش حاجة مفيدة او احنا ما فهمناش او بأكيد قالوا بس احنا ما فهمناش اللي هم عايزين يقولوا يا كنا لسا في الاول خالص مكناش لسا عارفنا موضوع الفنتشر كابتول مكناش لسا عارفنا حاجات كتير فبالنسبة لنا احنا مش فهمين انت جاي التعاون معنا فيه لكن فرصة سعيدة وقاعدة لطيفة وخلاص وانسينا الناس دي انسينا اسميهم وانسينا أشكالهم وانسينا كل حاجة في وسط ما احنا بقى بتاقي يجي لنا العروض والكلام ده لا اينا حد بيكلمنا كان بيكلموني انا اكتر بتاع البزنس مصطفى كان شوية تكنيكا لعني يعني اعايز اعود معاك عشان نشوف نقدر نشتغل ازاي فكان كان ساعتها رئيس فروحت اعودت معايا اي تيوركس بقى كانت من الناس اللي هما تبنوا اطلب جدا عجبه بالفكرة فكل الناس اللي بيشتغلوا بيعملوا فبقين عارفين اسم الشركة وكنش عارفها قبل كده معقول بقين عارفين ان فيه شركة سماعة اي تيوريكت لسه فتحة بلق سنة او اتنين يعني تمام فبقين عارفين ان فيه شركة سماعة اي تيوريكس لان كل شباب كتير بقى بالأردرز بين عندنا حلو فاحنا فاهمين الخصة يعني فروحت عادت معايا فلاقيته بيقول لي احنا عارفنا ان انتو عايزين حد يخش معاك وبتاع طب ما احنا جنالكو قبل كده وانتو ما تركتلنا فين بنقاعد قدامك قال لي فلان وفلان جنالكو هتبكر اين دول امتى مش فاكر الموضل ده كان بكام شهر يعني بس مهم طيب احنا دلوقتي يخلي خلاص يعني الحصر الحصر احنا في الوقت الحالي ف يعني خدنا ودينا في الكلام واتفقنا انه هو هش الشركة هما كانوا عندهم موضل انه مش عايزيننا جوا الشركة وده كان دي كانت صادمة الحقيقة يعني خو بيدينا اوفر كويس زي ما احنا عايزين لكن هم مش عايزنا وانا ما كانش عندي قد نشك انه ممكن اللي اشتري بقى مش عايزني دانا اللي عامل الموضوع هو كان عنده افكار تانية في ادماغه فقال لي قال لي انا عندي حاجات تانية فانا مش محتكوا عدت مع المصطفى نتكلم الحقيقة انا كنت متردد جدا لان انا كنت في اللحظة دي كان عندي احساس انه اطلب دي بنتي انت تكلفي دي بنتي انا كل الكلام ده انا اللي عامله يعني فالحقيقة مصطفى كان عقل مني بشوية وقال لي اطلب مش بنتك اطلب دي بيزنس احنا بنعمله وانت قلت او انت بتقول ان احنا هنجيب الفلوس دي في خلال كم سنة طب وليه نستنى كم سنة انت عندك حاجات تانية عايز تعملها انا عندي حاجات تانية عايز عملها طب انا اخل الفلوس وانا احنا نعمل حاجتين قلت له موافق شخصيتي قوية انا بغير رأي بسهولة لا الحقيقة كان عنده كان عنده منطق لطيف ويعني شفت ان كلامه صحيح فوافقنا والناس اشتروا الشركة وخلصت الحدود بعتوها في سنة كم بقى؟ بعناها يوم 28 مارس سنة 2000 يعني بعد سنة بالزبط من يوم الفكرة سبحان الله اه سبحان الله كانتش مقصودة طبعا ولا اي حاجة ده اللي حصلين لا قصة نجاح جميلة جدا ربناك الله يكرم يعني فكرة صراحة يعني كانت من اوائل الافكار اللي دخلت في السوق المصري فكرة ان الواحد يطلب اردر من المطعم اولاين فدي كانت فكرة جميلة جدا هتيجي هتيجي يعني احنا سبقنا شوية يمكن الفكرة كانت عندي قدري شوية لكن هي كانت كانت هتيجي هتيجي احنا شفنا شفنا الانترنت وشفنا فكرة الديليفري وفكرة الوردرينج يعني كان شفناها بدري شوية عن الناس او زي ما قد كلك ربنا اراد انه الهمني الفكرة بدري شوية عن الناس تانية لكن لكن هي كانت هتيجي ناس صغيرنا كانوا هعملوها طيب ايه اكبر التحديات اللي مرت على حضرتك اهميها ولا دلوقتي هو اللي عايزي انت لا تحديات كتير بص انا ما بعرفش عيش من غير تحديات يعني انا بحب اني لو ما فيش تحديات انا هعمل تحديات فطول ما انا هحكيلك هتلاقي في وسط كلامي مشاكل وبتتحل تحديات وبنعديها انا بعمل session presentation بقولها للناس بقولهم how to climb a mountain اللي هو يعني ازاي تتغلب على تحدي او ازاي يعني تحقق التحدي ده فانا شخصيا شايف ان دي حاجة لطيفة جدا انت طول الوقت لازم يبقى عندك جبل عايز تطلعه او تحدي عايز تتعدي وانك تدرس كويس ازاي تقدر تتغلب عليه وازاي تقدر تحقق اللي انت عايز توصله من خلال التحدي ده وبعد ما تخلصه لازم تدور على حاجة جديدة اوما لا هتقفل لازم عندك تحدي جديد وتعمله يعني فالتحديات كتير ويطول ما احنا عاديين مش هادل احكي لك حاجة مفيش موقف كده لا يعني الموقف اللي حكيته لك بتاع اطلب لما الراجل قال لنا اطلب توب تتعمل ورا ده كان تحدي كان تحدي كبير يعني فهم لما سبت الشغل وركزت مع اطلب كان تحدي كبير طبعا بعد كده يعني انا بعد كده فتحت اي تي بلوكس و اي تي بلوكس كان فيها تحديات كثيرة جدا جدا في سنين كتير تعريف النجاح من وجهة نظر حضرتك ايه بص خلينا اقولها لك بطريقة تانية هو الدنيا فيها متسع للجميع ان هم يكونوا نجحين الله يعني يعني مش فيه واحد بس ناجح والبقين لا احنا كلنا ممكن نبقى نجحين النجاح هو ان انت تطلع على جبل وتعمل جبل تاني انت انك تقعيش حياتك بالطريقة بالطريقة اللطيفة اللي انت وانت مبسوط انا بحب قوي فكرة دايما يمكن حتى واحد صاحبي دايما بيذكرني معناها كلمتي بيذكرني بها بحب فكرة البهجة ان انت تكون سعيد او مبتهج يعني هالسعادة مبتدة سعادة مشمول يعني كلمة اشمل من البهجة البهجة اللي هي واحنا عاديين دلوقتي احنا مبسوطين في لحظة انما السعادة مدى طويل انا بقول انه هو النجاح ان انا عايش حياتي وانا عندي لحظات بهجة كتير وان انا بحقق اللي انا عايزه قدر الامكان مش لازم اكون انا ناجح وانت لأ او العكس او انا طالع على الجبل وانت لا لا خالص ممكن نبقى طالعين احنا لاتنين جبل وانت تقرر انه الجبل ده مش بتاعك مش هيستكمله وانا قررت انه بتاعي وهكمله ده مش عقل ان انا ناجح وانت لأ ده معناه انه هو يمكن انسب لي وانت ليك حاجة تانية انسب ربنا بيحط لك منتو بتاع زي ما الناس بتاعوا تتكلم كده ففي ليها طرق كتير قوي وحسب امكانياتك وحسب ايه الاهم وحسب ايه اللي لازم يخلص بسرعة الاول في حاجات كتير قوي بتعملها مع بعضها وكمان حسب انت هتبقى مبسوط وانت بتعمل ايه انا دايما بحب اخلص حاجات كتير الاسرع يعني الحاجات الصغيرة خلصها بسرعة عشان ابقى عندي حاجة كبيرة قاعد عملها وانا مركز فيه ناس تقولك لا الكبير اعملوا الاول عشان ده هو ده التحدي وصغير هتخلص كل واحد له يعني طريقته انا شخصيا دايما نفضل الحاجات الصغيرة انها تبقى اولوية تخلص بسرعة عشان لما يبقى عندي حاجة كبيرة قاعد ركز فيها بمزاج يعني ازاي بتحافظ على شغفك وايجابيتك في الشغل مين قالك انه اللي بحافظ عليهم انت متفترض حاجة غريبة يعني لا بتحدي جديد ببساطة يعني انت لما بتعمل حاجة كتير هي هي بتزهق ماشي فانت ماشي على خط مستقيم كده بتزهق انا شخصيا شخصية زوقة جدا يعني فعشان عشان ما زهقش عشان يبقى عندي شغف لازم يبقى عندي جبل جديد اطلعه لازم يبقى عندي حاجة جديدة اقدر اتعب عشان اوصل لها حتى لو كانت الحاجة دي يمكن انت ما تكونش شايفة حاجة مهمة بس انا بالنسبة لي هي حاجة انا بعملها عشان أبقى عندي شغف مقسوط وبعمل حاجة دي ازاي بتتعامل مع الضغوطات اه دي جبال دي بص هو زي ما بقولك انا 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 بحب بحب التحديات وبالتالي والضغوط جزء من التحديات فانت بتحاول طول الوقت ان انت توازن عشان تفضل معادي يعني مقدرش يقولك حاجة محددة انا بعمل ايه بس بس قدر الامكان وكمان مع الوقت بيبقى عندك خبرة تخليك تبقى شايفة ضغط وهو جاي ما تستناش لما يحصل فتبقى عارف ان الحتة دي هيحصل فيها كذا فتحاول قدر الامكان من الاول تتفداء ودي نقطة مهمة قوي انك تبقى شايفة الحاجات دي ممكن تحكي لنا على التجربة فشلت فيها وازاي تغلبت عليها اقولك فكرة مش فشلت قوي يعني بعد بعد اطلب عملنا كورسات دوت كوم اكشلي احنا انا فتحت شركتي كان اسمها انترنت بلوكس بهدف او بفكر ان احنا نعمل بزنس جديدة زي اطلب بس بتكلف اسوأ اخرى غير اسوأ الاكل فاول حاجة فكرنا نعملها كانت كورسات دوت كوم كانت فكرتها ببساطة ان انت عندك سوق للكورسات فاللي عنده كورس بيجي عندي يبيعه واللي عايز كورس بيجي هنا يشتري زي يودمي كده لا مش زي يودمي لان يودمي واخوتها يعني بيقدموا الكورس فعلا احنا كلنا ساعتها لان الدنيا كانتش لسه التكنولوجيا بسط لكده كان بس انت تعلن عن الكورس اللي بيتدرس عندك اوفلاين واحد بيدرسه يعني مفيش اونلاين كورس فعملنا كورسات دوت كوم وتعبنا فيها قعدنا سنة سنة ونص نشتغل فيها وبعدين هب مفيش حاجة مفيش حد راضي يشترك معنا تروح للسنترز اشتغلوا معنا مش راضين كممكن تبقى خصة فشل رائعة نعود نحكي عليها كتير يعني لا حاجة كان عايز يخش معنا فعلا يعني بس احنا كنا بنعافر بقى يمين وشمال وليه وازاي وانتاني مش عايز تخش معنا فلاقينا ان كل السنترز اللي موجودة في مصر مش عايزة تخش معاك لان هي فولي اكيبايت ليه يا جماعة فولي لان الوزارة مدياهم منحة كبيرة بيشتغلوا فيها وبالتالي همش عايزة يسوق هو قريدي المكان بتاعه كله مليان طول الوقت فانا جاي سوق له ومش بحتاج لي في وقت هو مش بحتاج لي فيه فما فيش أمل مش حاجة يعني هنعمل ايه لكن وإحنا بقى شغالين ودي كانت فرصة pivoting لطيفة جدا لكورسات انه احنا لقينا ان المنحة كبيرة اللي كلهم شغالين فيها دي فيها بعض الفرص لينا بالتكنولوجيا اللي احنا بنينها بالسوفتوير اللي احنا بنينها خلي برك برضو سوفتوير على الانترنت في سنة 2000 و2001 وبتاع الكلام ده يعني ما كانش فيه كتير منه يعني ف لقينا ان في الحاجات بتاعاتنا دي بنقدم لهم حاجات لطيفة نقدر تساعدهم بيها والناس بتاعدوا تهتموا بالكلام بتاعنا وتحولت كورسات دوت كوم من قصة فشل اتحولت الى بتتباع بيزنس تو بيزنس بتتأجر كل ستة شهر لآي بي أم أو لوزارة الاتصالات أو لأوراسكوم ساعتها عشان الطلبة اللي داخلين المنحة يحصل لهم اختيار أو التنصيق من خلالنا اعتقد احنا الحمد لله قدرنا نقلب الفشل لنجاح طبعا لانه بقينا شغالين وشغالين كويس هي نفس القصة دي انتهت بفشل تاني لطيف جدا انه فجأة المنحة وقفت فكان لازم يبقى عندنا حاجة تاني فبقيت البيت كله كان في بسكت واحد فكان لازم يبقى عندنا تنوع من الحاجات اللي بنقدمها الحمد لله انه المنحة بعد ما وقفت كان فيه ليها سانا ديل كده يعني كانها شوية ديول بس كنا خلاص شايفين انها بتقف فابتدينا ناخد نعمل حاجات عشان تقومنا لما المنحة تقفل ف انت بعد طول ما انت ماشي بتقابلك حاجات زي كده انت بتشغال في حتة وبعد الحتة دي تقف في الباب دي تقفل قصادك فلازم تروح تشوف باب تاني وهكذا يعني محاجة عارف وهو يجي باب قدامك يتفتح وانت واشي ياخد بالك بتحصل كده كتير ازاي تبني فريق عمل قوي بص دي أصعب حاجة في البلد دي احنا دلوقتي عندنا مشكلة كبيرة جدا في مصر انه الجودة بتاعة البني أدمين او خلينا اقولها الجودة بتاعة التعليم البني أدمين سيئة جدا فبالتالي انت مهما دورت على فريق جبته من احسن جامعة جبته من اقل جامعة جبته من بالخبرة جبته مش عارف ايه الجودة بتاعتنا مش كويس والبيئة بتساعد على ده طبعا انا عارف كويس ان ما شاء الله في شباب كتير جدا مسافرين برا وبينجحوا البيئة بتساعدهم على كده طبعا وفي منهم بيشتغل فريلانسر من هنا برضو البيئة بتساعدهم لكن في نقطة مهمة جدا هي في الشعب دلوقتي للأسف شعبنا كله وانا كمان وانت وانا متأكد من غير ما يعني اتعلم معا كتير كلنا بنفتقد للجودة فاحنا محتاجين عشان نقدر نبني فريق قوي نبدأ نبني فرق قوية لازم نهتم جدا بجودة التعليم وبجودة التنفيذ هو ده اللي خلينا نقدر يبقى عندنا فريق قوي لو الفريق مهتم بالجودة دنيا هتمشي هلو اضيف برضو نقطة تانية نقطة السلوك يعني ممكن تلاقيه مثلا التعليم عنده عالي جدا بس سلوك واخلاقه صعبين ف بص هي هي الجودة بتاعت البنيا دم كلها لبعضها تعليم على على بيئة على شخصية على على سلوك على كل حاجة على كل حاجة للأسف يعني ما بتلاقيش حد كده حاجة لطيفة يعني على بعضها قليلا يعني فعشان تبني فريق دي حاجة صعبة حاجة صعبة جدا يعني دلوقتي انا وجدت الفريق المناسب ازاي بقى اطور الفريق ده لا هو السؤال هو انت عايز تطوره فقا اي اتجاه يعني هل انت عايز تطوره انك تدينه فلوز زيادة ولا عايز تطوره انا جايلك في الكلام ولا عايز تطوره بان انت تدي له ترينج بشكل معين فتطوره علميا ولا عايز تطوره بانك تزود الجودة بتاعته فبرضو يبقى ليه طريقة انه يتعلم حاجات او يعني يبقى فيه عندنا حاجات بتحسن السلوك بتاعت الناس ولا عايز تطوره ايه يعني يعني فقاني حتة من التعامل ده ازا كنت انت بتسألني على الفكرة بتاعت التطوير العلمي فالعلم موجود في كل حتة لوقتي الدنيا اتغيرت كان زمان اماكن العلم قليلة المكان اللي ممكن تتعلم فيه اي تي ولا تعلم فيه بروجرامينج ولا كده مهاش كتير تماما انما النهاردة الحاجات دي موجودة في كل مكان على الانترنت ببلاش يعني مش حتى بفلوس فاللي عايز يقرأ فيها العايز تطور نفسه طبعا في مجال الاي تي بالزاد كل الناس بتطور نفسها طول الوقت غزبا عنها نظر فلازم لازم بيقرأ طول الوقت ولازم بيعمل ده الوحد سواء بقى انت كشركة او كقائد للفريق بتشوف حاجة معينة ومحتاج ان انت تجيب حد يديهم ترينيج بالشكل ده وارد ممكن تكون عايز تطور الفريق انه تخليه جزء منه بدل ما يفضل فني يتحول الى اداري كمان الى مجال التسويق يعني انت عايز تديهم معلوات هما مش داخل اصلا مش بتاعتهم جاي من برا فعايز تديهم حاجات زي كده اولا لازم الفريق يبقى نفسه عنده استعداد للتطور يعني يعني مستعدي يسمع ويتعلم وعنده مشكلة عنده مشكلة حتة انه هيدحي يعني انت النهارده انا عشانا لنفرد احنا شركة انا بكلمك على حاجات كتير بشوفها السوء يعني فيه شركات تيجي هتديك تريني فبتقولك اخد يومين تلاتة برا الشركة اروح خد الكورس ده وتعالى بس في المقابل فيه حاجات تانية بيبقى الكورس بالليل فهل انت كواحد من الفريق بقى مستعد ان انت تقعد بالليل وتتعب عشان تتعلم ولا انت هتقعد بالليل وتيجي ما تجليش الصبح عشان انت كنت بالليل بتتعلم يعني فهو ده جزء من السلوك احنا كنا نوضع بس لحد الساعة 11 بالليل وكننا بديجي الشهور تانية بس بس الكلام ده مش موجود كتير دلوقتي انا بشوفش كتير صحيح وصراحة يعني في التين بتاعنا لما كنا بنعمل مثلا حاجة زي دي بالليل كان ممكن فعنا اللي يجي عدد محدود وبقى ايه تلاقي منهم يشتكي يا جماعة فين التطوير يا جماعة زي نتطوير طبعا في دورات وكورسس بنيديها بالليل محدش بيجي ليه فهي هي 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 كلها انت حراب نتكلم في دائرة مغلقة من الجودة بتاعت الناس والسلوك بتاعهم والcommitment او الالتزام بتاعهم ناحية ناحية نفسهم كمان مش ناحيتك انت بس يعني سيبك من انه ناحيتك اكيد هو أصلا مستبيل الأكبر اه طبعا بس هو ناحية نفسه هو هل فعلا هو مستعد دي يتعب شوية عشان يتعلم شوية ولا ان ما كانش شايف يعني حاجة هترجع له مباشرة من التعليم ده مش ههتم بي يا حاجة للأسف موجودة يعني سلوك عام يعني عند كل الناس للأسف ازاي اختار الشريك بتاعي وازاي اتعامل معه وقت المشكلات ربنا بشزوك بي دي أول حاجة يعني بص انا انا ما شاركتش غير مرتين في حياتي شاركت مصطفى وحكيت لك عليه والحمد لله احنا لسه صحاب ويعني المفروض ان انا لو مش اتبادري من معاك هروح له دلوقتي ما شاء الله انا بيعجبني فيك صراحة بشوانس عيما امتبع حساب حضرتك على الفيسبوك ألاقي ما شاء الله عرغب مثلا حضرتك ما شاء الله ان سن حضرتك فوق الستين صح كده لا طبعا اقفل يا عم التصوير ده اقفل فوق الخمسين انا عندي تلاتة وخمسين صحة تلاتة وخمسين ما شاء الله عرغب ما شاء الله سن حركك مثلا فوق فوق الخمسين بلاقي ما شاء الله دايما حركك مثلا بتتجمع مع صحابك تصور مثلا حركك سيلفي مثلا حركك صحابك مثلا في المطعم او في المكان الفلاني انا بصورش انا هم اللي بيصور العقاد دي هي اللي بتخليك تتعلم وبتخليك تقدر تشتغل وبتجيب لك الشغف اللي انت بتتكلم عليه وبتخليك تبقى حابب يعني دنيا مش شغل بس اكيد يعني مثلا احنا مثلا شبابة انا عبدالله والستاذ محمد عباس او كده ممكن احنا من بيت للشغل ومن شغل البيت لو ممكن مثلا كله اسبوعين تلاتة لو خرجنا مع صاحب انا برضو اعمل كده انا برضو اعمل كده عشان بتشفني في الحتة دي فبتفتكر ان انا كل يوم بعمل كده لأ انا طبعا مش كل يوم بعمل كده المتamiento اه لأ يعني انا عشان هي بتتنشر بالشكل ده فأنت بتفتكر ان انا كل يوم بالطريقة دي لا خالص يعني هي برضو مرة في الاسبوع مرة كل اسبوعين يعني حسب ظروف الحياة يعني أه بس لا بس انت بتحب الصحابة برضو اه طبعا بتحب الصحابة بالتأكيد بالتأكيد والحمد لله عندي صحاب كتير متنوعين رب نازلهم فرجوعا للفكرة الشريك اللي بتسأل عليها مصطفى كان شريك جميل رائع بعد كده ربنا رزقني بالشريك تاني يعني اتخريقنا وعملنا بلاوي وخيرات كده فمش سهل مش سهل ان انت تلاقي الشريك كويس مش سهل نفس الفكرة يعني ممكن ربنا رزقك بزوجة صالحة كويسة وممكن ربنا رزقك بزوجة تنتهيب ان انتوا تطلقوا يعني اكيد ازاي الواحد يتعامل على الصعوبات والتقلبات الاقتصادية والاوضاع يعني ازمة روسيا اوكرانيا وازمة الدولار ازاي الواحد يتعامل مع الازمات المتتابعة والسريعة قوي دي خصوصا الجيل بتاعنا يعني الحاجات دي جات له فوقته صغير جدا كورونا ازمة روسيا اوكرانيا ازمة دولار فترات زمنية بسيطة خلينا اتفق ان فيه اشياء تقدر تتحكم فيها وفيه اشياء خارج نطاق تحكمك تمام الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي حاجات عامة لن نستطيع ان احنا نعمل فيها حاجة فهي مصيبة نزلت علينا على البلد على البني ادمين على مجموعة على شركة على اي حاجة هي مصيبة نزلت فانت هتعامل معها ايه ما عندكش حاجة تقدر تعملها مع المصيبة لكن اللي تقدر تعمل هو ان انت تشتغل يعني خلص خلص الدولار غلي ادي الله دي حكمته الاسعار غلي ادي الله دي حكمته مشاهد transpose حاجة بس نقدر نعمل ويه ان احنا نكسب اكتر عشان نعاوض الدولار نكسب اكتر ازاي احنا نشتغل اكتر مش قدرين نشتغل اكتر هنتعلم شوية نتعب شوية عشان نقدر ان احنا نشتغل اكتر فنكسب اكتر بص أنت ما عندكش حل تاني الحل الوحيد هو أن أنت تشتغل أكتر أو تشتغل أسكى أو تشتغل أحسن بس في الآخر أنت لازم تشتغل عشان تكسر طب ما أنا ممكن برضو أشوف مثلا حيول تانية زي أقلل مثلا استهلاكي أغير أنماط استهلاكي بص هو ده هيحصل هيحصل علينا كلنا ماشي بس عشان أقلل المعدل بتاع تقليل استهلاكي ماشي لازم أزود دخلي أي حاجة في الدنيا أجاية من حتتين الدخل والمصرفات فأنت عايز تقلل المصرفات وتزود الدخل لما حصل أنه الدولار غلي المصرفات غلي طلعت جامد جدا فإيه الحل؟ هحاول أقلل منها شوية وأزود الإرادة عشان أغطيها ما عنديش حل غير كده إزاي أسوق لنفسي بأقلل تكاليف؟ ما تجيبش حد يسوق لك سوق بنفسك سوق لنفسك بنفسك سوق لنفسك بنفسك بص أصلي نرجع برضو تاني الحتة مهمة أوي هو أنا بسوق إيه؟ بسوق نفسي؟ أنا شخصيا؟ ولا بسوق منتج؟ ولا بسوق خدمة؟ ولا بسوق مثلا إي كوميرس؟ فالنهاردة أنا كشركة مثلا تلاقي في شركة كثير جدا عندها اللي هو بيشتري بضعوة بيبيعها أونلاين بيعمل تجارة الإلكترونية ناشي فالراجل ده عايز يسوق البضاعة دي فعايز يفكر إزاي يقدر يسوقها فلازم هيشوف هيحطها فين ويعمل إيه وكلام من ده من النحية التانية في حد تاني هو عنده منتج بتاعه زي مثلا ودي حاجة من الحاجات اللي إحنا كمصر لازم نتكلم فيها اللي هي إيه المنتجات اللي إحنا بننتجها مش بقى مش بنشتريها ونبيعها إحنا بننتج إيه؟ هتلاقي مثلا خلينا ناخد إجزامبل ضمياط مثلا بينتج فرش فهو لازم يتعلم إزاي يسوق الفرش بتاعه هو عنده مميزات وعنده عيوب ادرس اقرق شوية كلام في التسويق لنفسك قبل ما تقول هجيب حد لأنه في الحياة لما بنجيب حد هو المفروض ياخد الكلام مننا بس بيزبطوا هو فتازدوا أفاهم الأول فأنت فاهم إن منتجك المنتج الضمياطي أو منتج الفرش الضمياطي منتج متميز جدا طبعا فأنا لازم أخد بالي جدا إزاي أقدر أسوق المنتج المتميز ده وأسوقه لمين مين الشخص أو مين المجموعة اللي ممكن تهتم بإنها تشتري منتج ضمياطي هل النهاردة خلينا نفكر برضو بشكل تاني هل الناس النهاردة مستعدة تروح تشتري قضة نوم من ضمياط هتعيش معها العمر كله ولا أصبح الجيل الجديد أفضله إنه يروح يشتري قضة نوم هتخلص بعد عشر سنين هتكسر ولا هجرالها أي حاجة لأنه هو كده كده بيأجر شقة وهينقل منها لشقة تاني فهيبقى عايز قضة بشكل جديد ما بيشتريش شقة تمليك زي زمان عشان ظروف بتسبحش للوقت فأنا لازم أفكر هو أنا هبيعلمين إيه الشريحة اللي أنا هبيعليها لازم أنا كمنتج أفكر ده نفس الفكرة اللي أنا بعمل خدمة ونفس الفكرة أنا بسوق نفسي أنا في رأي إنه لما بتيك تسوق نفسك بقى لأنه دي برضو ناس كتير بتسوق نفسها طول الوقت يعني ممكن دي حاجة من الحاجات اللي كنا ذكرت في نقاشات من على الفيسبوك وكده إنه أنا بقول لهم أنا بكتب على الفيسبوك أنا مش بكسب منه روح حاجة أنا بكتبها عشان أنا بنبسط بالكتابة زي ما انت قلت أنا بحب صحوي فأنا بكتب لصحوي لكن فيه ناس آخرين بيكتبوا على الفيسبوك هم بيسوقوا لنفسهم لأن هم لما بيتعرفوا بيجي لهم شغل بيجي لهم شغل استشارات بيجي لهم شغل إنه هو يطلع يتكلم في مش عارف إيه وقصاد وفلوس بتاعنا الحاجات دي ما باخدش فيها حاجة أنا بعملها عشان هو بصوط دي أنا بعملها طيب أما هو يجي يسوق لنفسه هو لازم برضو يبقى فاهم هو بيسوق عشان مين يجي له هل أنا بسوق عشان الشباب الصغارين يجو لي ولا أنا بسوق عشان شركات كبيرة هي اللي تجيبني ولا عشان مين يجيبني في كل واحد لازم يحدد الشريحة اللي هو بيستهدفها كويس هو بقى فاهم هو بيعمل إيه المين في الآخر أهم حاجة الأخلاق نرجع يعني كده بتساوى إيه بقى لازم يبقى عندك ضمير أخلاقك كويس هتعاملك مع الناس كويس أي بيزنس بيقوم على كده تعامل الأخلاق تمام والجودة طبعا أنا أحب الجودة دايما أكيد طبعا إزاي تحصل على تمويل المشروع بتاعك ما أعتقدش أن أنا أحسن واحد يجاوب السؤال ده مفهومت يعني أنا أنا ما عملتش الحاجة دي قبل كده يعني يمكن أكون قريب منها شوية لكن لو قلت لك كلام هيبقى كلام نظري قوي ما أعتقد في ناس تانية ممكن تجاوبك أحسن مني أحييك على على أمانة حضرتك لا يعني بالأمانة إيه خطط حضرتك المستقبلية اللي حضرتك شايف إنها ممكن تفيد السوق المصري والسوق العربي بشكل عام أنا بصراحة ما أهميش إنها تفيد السوق المصري وتفيد السوق العربي أهمين إنها تفيد ننا يعني اللي بقى بالخطط بقى بالخطط عشان الشركة بتاعتي مش عشان السوق يعني حلوة صراحة مش كلام لا هو بس إحنا إنت لازم تحط الكلام في السياق الصحيح يعني يعني ما فيش شركة بتقول أنا هعمل كذا عشان السوق يكبر أنت بتعمل كذا عشان إنت تكسر اللي بيهتم إن السوق يكبر دي الحكومة أنا مش الحكومة يعني ومش عايز أشتغل في الحكومة يعني بشتغل معاهم هم زبون لطيف جدا بالنسبة لي برغم إنها متعبة شوية بس أنا بحب أشتغل مع الحكومة عشان أقدر أساعد يمكن في يعني في الدنيا تبقى أحسن شوية لكن لو أنا لو أنا عندي خطط أو لو عندي حاجات بعملها فأنا بعملها منشرك زي إيه مثلا بص إحنا عندنا دلوقتي منتج جديد الحياة لسه عملينه صفت لونش من كم يوم يعني لسه أساساً هنعلن عنه إنت أول حد تتكلم معا إن بابلك عليه يعني ده حاصر لنا يعني مش حاصر يعني بكرة ولا بعد وهتلاقي لي ابتدت تتكلم عليه أكثر يعني 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 قبل ما تنشر إنت هكون أنا تكلّد يعني إحنا عملين حاجة اسمها شاوتاوت عندنا أمل إنه يعني ربنا وفقنا فيه بطريقة لطيفة هو هو برنامج بيساعد مديرين المجتمعات أو خلينا نسميها بالانجديزي كوميونيتي مانجرز أو الـ HR اللي هو برضو بيمانج الكوميونيتي بتاع الشركة إنه يرسل رسائل إلى إلى المنظفين بتوها في الحقيقة كل الناس بتوها الـ HR عندهم فونكشن بتحصل كل يوم ومعندهاش حل سهل الـ IT بتساعدهم فيه بطريقة كويسة اللي هو أنا ك-HR محتاج كل يوم إن أنا أكلم كل المنظفين الشركة بأشكال كتيرة جدا محتاج إن أنا أقول لهم تعليمات جديدة طلعت أو قرارات محتاج إن أنا أقول لهم إنه فلان كسب الجايزة الفلانية لأنه أحصل موظف في الشهر محتاج إن أنا أقول لهم معلومات اجتماعية فلان اتجاوز وفلان خلف وهكذا محتاج أقول لهم أخبار الشركة إن الشركة كسبت مشروع فلانية والشركة بتنجح الشركة بتجبر أو الشركة بتخسر أي حاجة عايزة أقولها لهم عشان أقدر أكتسب إن الموظفين بتوعي يبقوا فاهمين أنا فين مش عاديين كل واحد مش حاسس بحاجة في دراسة لطيفة الحقيقة أصول جالوب اللي كانت نشرها بتقول لك إنه 74% من الموظفين دايما حاسين إن هم ما يعرفوش إيه اللي بيحصل في الشركة فأنت كشركة أو كأيت شؤور بدول أكيد مش مصريين لا لا عشان مصريين ما شاء الله بيعرفوا وده بتغلبنا بالعكس أنا أقول لك حاجة أنا شركتي أصغر من الشركات لأنا بترجيتها بكتير لكن كان دايما فيه ناس بتقول لك أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل في الشركة إحنا كنا بنحاول نحل الحاجات دي بإن إحنا مثلا نعمل إيفنت ونجيب إدارات مختلفة يتكلموا هم ما بيعملوا إيه عشان الناس التانين يعرفوا دول بيعملوا إيه فالناس ما بتبقاش عارفة قوي إيه اللي بيحصل في الشركة مش عارفين توجهات الإدارة حيات كتير تخيل مثلا كمان لما يبقى عندك مثلا ثرق بتشتغل في مواقع ده ما بيشوفش الشركة خالص ولا الشركة بتشوفه بصبوط بس الشركة يهمها نتحفظ عليه لأنه يومها يمشي ما هي تقعد بقى تعين واحد جديد وتعلم واحد جديد وتشغل يعني قصة إنما لو هي الشركة بتتفاعل معاها وبتدي له معلومات طول الوقت وبتحسسه إنه واحد من الفريق فبيبقى على الأقل بتضمن الراجل ده هيكمل معاها وقعد معاها قدر الإمكان بتضمن ولاقه بتضمن ثقته فيهم هيبقى فيه ثقة بينهم طيب فالمشكلة دايما إنه الراجل بتاع الـ HR ما عندهش حاجة تخليها تعامل مع الموظفين بالذات لو بنتكلم على موظفين بقى كتير يعني أكتر من 200 واحد ولا أكتر من 300 واحد توصل للناس دي إزاي وبتكلمهم إزاي هتلاقي دايما لو بتكلم أحد بقيتش أريو يقول لك إيه بابعت إيميل آه بس يا جماعة الإيميل ما بيتارجدش البلو كولر ما بيتارجدش العمال العمال معنومش إيميل طب إحنا عاملين جروبس بتاعت واتساب حضرتك عندك كام جروب على واتساب مش عامل له ميوت كلنا عاملين ميوت للجروبس فلو إنت عامل جروب للفريق بتاعك معظمهم هيبقوا عاملين ميوت عشان ما يسمعوش جروب هتلاقي ستين واحد بيرد كل الناس شايفك وييجي واحد ما يشوفش أصلا إنت كاتب إيه لأنه حاجات كتير جدا فبالتالي إنت مش موصلتش الرسالة لكل الناس الحاجة التانية الأهم ما عندكش طريقة إيس بيها مين شافه ومين ما شافش ورد فعلا الناس دي إيه فاحنا عملنا شاوتاوت هو سولوشن لطيف للHR والموديلين المجتمعات زي مثلا النادي زي الكمباوند زي الحاجات دي بحيث أنه بيطلع من الHR إلى العمال أو الموظفين كلهم عموما الموظفين دول بيبقوا منزلين الموبايل أب بتاعتنا اللي اسمها شاوتاوت بيجي لهم نوتيفيكيشن إن جالك رسالة من الشركة الأب ما بتعملش حاجة غير كده إنها بتستقبل رسالة للشركة فهو بيفتح انترفيس بسيط جدا عشان إحنا بنتارجت العمال وكده فانترفيس بسيط خالص مفهوش فيه غير الرسالة اللي هي عبارة عن كلام ولينك وصورة أو فيديو لو أنت حابب تبعت لهم حاجة ممكن كمان بعض الناس قالت لك طب أنا عايزة آه أديهم تدريب فبعت لهم فيديوهات تدريب صغيرة عشان يفضلوا فاكرين مثلا حاجة فالاستخدامات كتيرة جدا للقصة الحمد لله لغاية دلوقتي يلاقيين إن الناس مرحبة بالموضوع لسه ما بيعناش إحنا لسه في صوفت لونش زي ما قلتلك بس الناس مرحبة بي والناس لما بيجي لها الرسالة من حقه أنه هو يرد على الرسالة بس مش in public بيرد بس للي بعيتها فأنت كده قللت الدوشة على الجميع وبتكلم واحد بس لا فكرة جميلة ربنا أكرم حقيقة مش مونس اسمها شاوتاوت عشان لو حد عايز يخش عليها بس مكتوبة S-H-A-W-T-A-W-T بالتوفيق إن شاء الله نختم بقى بنصائح من حضرتك لأصحاب المشاريع بص ما تحبش مشروعك قوي لدرجة أنك ما تفهمش أنه هو هيفشل ليه نقطة مهمة جدا أو ما تحبش فكرتك قوي لأنه بعض الناس كثير من الناس بيبقى شايف أن فكرته دي أحسن حاجة في الدنيا وبالتالي بيبقى مؤمن بالفكرة قوي ولازم ينفذها مهما قلتنوا الفكرة دي بيش تنجح ركرة دي بيش تنجح هم بيقتنعش يبقى رأحد هو مقتنع أنها تنجح بيصرف عليها بيضيع فلوس وفي الأخير بتفشل فأنت ما تحبش فكرتك قوي اسمع الناس اللي حواليك إدرس كويس قوي المشروع بتاعك إزاي تقدر تنفزه وإيه الحاجات اللي تساعدك إن انت تنفزه وتعلم طول الوقت طول ما انت شغال سواء بديت المشروع أو في نصه أو في آخره خلي ودهانك مفتاحة جدا واسمع كل حاجة وكل ما حاجة تتقال روح شوف تقدر تستفد منها إزاي شكرا جدا لك بشمهندس أيمان راشد كان لقاء جميل جدا وبشمهندس حكالنا معلومات وحكالنا قصص وحاجات جميلة جدا وصراحة الواحد كان مستمتع باللقاء الجميلة ربنا رب ينفعنا بعلم حضرتك ومن نجاح لنجاح دايما بإذن الله مستي ربنا خلي شكرا جدا لكم يا جماعة متنسوش لو عجبكم البودكاست تعملوا لايك وشير وسبسكرايب السلام عليكم